من التعليم الاكاديمي الى العمل في اروقة القصر الرئاسي ومن مجاهل الفقر الى الواجهة السياسية عرفت بلسان الاسد ووصفتها الصحف الغربية بانها الاكثر شرا فمن هي بوثين شعبان وما قصتها ولدت بوثين شعبان يوم السابع من مايو لعام الف وتسعمائة وثلاثة وخمسين في قرية المسعودية بريف محافظة حمص بسوريا تنتمي لأسرى فقيرة التحقت بجامعة دمشق حيث درست الادب الانجليزي ثم تبعت مسيرتها التعليمية في نفس التخصص حتى حصلت على الماجستير ثم الدكتوراه من بريطانيا بعد عودتها لسوريا صعدت السلم الاكاديمي في جامعة دمشق من عضو في هيئة تدريس قسم اللغة الانجليزية حتى رئيس لقسم الادب المقارن في الجامعة وفي عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين التحقت بوثين شعبان بوزارة الخارجية السورية لتكون مترجمة بجانب عملها في مهنة التدريس وكانت تلك الفترة بمثابة الامفراجة في حياة بوثين حيث برز اسمها في عالم الدبلوماسية حتى اختارها الرئيس الراحل حافظ الاسد لتكون اول مترجمة له في محادثاته مع المسؤولين الغربيين وبعد وفاة حافظ الاسد وتولي بشار الحكم عين بوثين في عام الفين واثنين مديرة لدائرة الاعلام الخارجي في وزارة الخارجية وبعد عام عينت كوزيرة لشؤون المغتربين وفي عام الفين وثمانية انضمت الى الحلقة الضيقة من مستشار الاسد بوصفها مستشارة للشؤون السياسية والاعلامية في رئاسة الجمهورية بمرتبة وزير وهي مرتبة لم تمنح لمن سبقوها في هذا المنصب ومع بدء الازمة السورية في عام الفين واثن عشر اوكل لبوثين مسؤولية اول رد رسمي قدمه النظام بشأن جرائم درع الشهيرة وكانت بوثين حينها مدافعة عنيدة عن النظام ورافض بقوة لمبدأ دخول وسائل الاعلام الغربية والعربية لتغطية ما يجري في سوريا واتهمت وسائل الاعلام الغربية بتطخيم الاحداث والترويج لمشروع فتنة طائفية في البلاد والى جانب اطلالتها الاعلامية تولت بوثين مسؤولية اعطاء المقابلات المنطقة لكبريات الصحف الغربية كما اوفدها النظام الى دول كبرى ومحافل دولية عديدة لتوضيح مواقفه بشأن ما يجري في البلاد وفي السادس والعشرين من يونيو لعام الفين واثني عشر والسعى الاتحاد الاوروبي عقوباته ليضم بوثين شعبان الى قائمة المسؤولين السوريين الذين فرض عليهم عقوبات وذلك على خلفية الفضائع التي ارتكبها النظام السوري بحق المحتجين السوريين وفي الثامن من اكتوبر لعام الفين واثني عشر اعلن القضاء اللبناني انه بدأ تحقيقا في احتمال تورد بوثين في التخطيط لتنفيذ اعمال تخريبية في لبنان عيث قيل انه يعتقد ان رئيس مكتب الامن الوطني السوري علي مملوك والوزير اللبناني السابق ميشيل سماحة كان يستعدان لتنفيذها لتعلق بوثين على تلك الاتهامات قائلة انها لا تستحق الرد او التعليق وبعد ذلك بسنوات بثت وسائل اعلام لبنانية تسجيلا صوتيا لاتصال هاتفي بين سماحة وبوثين يتحدثان فيه عن نقل اشياء من دمشق الى بيروت للبدء في تنفيذ عمل ما وفي الخامس من يونيو لعام الفين وستة عشر وصفت صحيفة صندي تيليجراف البريطانية بوثين شعبان بانها اكثر شرا من رئيسها واعتبرتها الصحيفة شريكة في تدمير البلاد اشتركوا في القناة